السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله السلام عليكم وحمد الله تعالى وبركاته سنتكلمون اليوم على درس المثلثات المتقايسة الدرس في مادة الرياضيات للسنة الثالثة اعدادي عندنا اولا متلثان متقايسان متلثان متقايسان هم متلثان قابلان للتطابق عندنا المثلة A, B, C و A, B, C الضلعان A, B و A, B يسميان ضلعان متناظران والزاويتين B, A, C و B', A', C' تسميان زاويتان متناظرتان يعني الزاوية A والزاوية A' متناظرتان والضلعان A, B و A', B' متقايسان النتيجة إذا كانوا متلثان متقايسان فإن أضلعهما متناظرة متقايسة و زوايهما متناظرة متقايسة هنا حالات التي يكون فيها التقايس سوف نأخذ تقريبا ثلاث حالات الحالة الأولى إذا قايست أضلع متلثة على التوالي أضلع متلثة آخر فإن هذين المتلتين متقايسين يعني A, B' يساوي A, B' يساوي E, F و A, C' يساوي E, G و B, C' يساوي G, F إذن المتلتان متقايسان لأن أضلعهما على التوالي متقايسان أن الخاصية الثانية إذا قايست ذي العين في متلثة و زاوية المحصورة بينهما على التوالي ذي العين في متلثة آخر و الزاوية المحصورة بينهما فإن هذين المتلتين متقايسان عندنا الزاوية A تقايس زاوية E الزاوية B, A, C تقايس زاوية F, O, G هيا الزاوية E تقايس الزاوية A التي رأسها A والضلع E, F يقايس الزاوية A, B والضلع A, C يقايس E, G إذن الحالة الثانية الحالة الأولى إذا قايس ثلاثة أضلع في متلث أضلع في متلث آخر على التوالي فإن المتلتين متقايسان الحالة الثانية إذا قايس ضلعين لمتلت دلعين لمتلت آخر والزاوية المحصورة بينهما تقايس الزاوية الأخرى فإن المتلتين متقايسان هنا نذهب إلى الحالة الثالثة إذا قايست زاويتين لمتلت والضلع المحادي لهما على التوالي زاوية ثانية متلت آخر والضلع المحادي لهما فإن هذين المتلتين متقايسان نعتبر الزاوية أو نعتبر متلت أف جي وآ بي سي متلتين إذن الزاوية آ بي سي يعني الزاوية بي تقايس الزاوية آف والزاوية السي ها هي بالأحمر تقايس الزاوية التي رأسها الجي بالأحمر إذن زاويتين وضلع الحالة الأولى ثلاث أضلع تقايس ثلاث أضلع لمتلت آخر الحالة الثانية ضلعين وزاوية الحالة الثالثة زاويتين وضلع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى الوقات